السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وبركاته وعلى أهله وصحبه أجمعين أتمنى أن العيديو تلقاكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال إن شاء الله اليوم كما كتشفوه إن شاء الله وبإذني غادي نجلو غلاس بمواد طبيعية بلا كريمة بلا بطور بلا عذاب بلا ور يعني شي حاجة لي سهلة وبالنسبة لهذا الحال سخون يعني محتاجينه بزي بالنسبة لي عندوله ليدات والذي ما عندوله ليدات تالناس الكبار نحن كبار وكانت شهاور غلاس يعني مع الصهد وكانت شهاور أننا ناكله لس ولكن ناكله بش حاجة لي هي طبيعية يعني شي حاجة لنفضر شي حاجة لي كان قدرون يعني ناقدوها يوميا وديما مع الأطباق يعني السهلة اللي ما كانت تعدووش فيها ما كانت تمحنوش شي حاجة لي موجودة وبإمكاننا يعني في أي وقت نصاوبوها ماشي يعني بدون نفكروا لا ما عندناش كريمة ما عندناش باطر ما عندناش هادا يعني وكان عقزو وكانت ضرروا أننا نشروه ليداتنا أو ريوسنا لتمنى كانت شهاور وكانت ضرروا أننا نشروه من يعني من المحلات تجارية ولا انا ديما مع الحويج دي كنصوبة في الدار يعني احنا شي حاجة اللي احنا عارفينها باش يعني مقيمة باش مصوبة. انا تمني يعجبكم ويعني وتصوبوه تجربوه راه سهل ما شي شي حاجة اللي كتحتاج منه شي مجهود ولا شي شي مكوينة لي هي صعيبة ولا شي حاجة اللي حويجة تبساط لكي يكون عندنا يعني ديما. اه محتاجين اي ديسير عندنا في الدار اي ديسير عندنا في الدار اي ديسير عندنا يا منون يا بانان ل ل هينان انا درسي هي ثلاثة الانواع ديال ل besonders اللي عندكم في الدار يعني ما كانش المشكين منون بانان خوخ اللي عندكم اللي عندكم كاتو غسلوهم زيان بطابعي الحال كان نقطعوه وماركة طريفات بنسبة لخوخ ذيك الجالاذ علي حالفاتهم الفرز كان كانت لديه في الفريقو مغسور وكنت اضطيه في الكنجلاتور كنا سأضطيه على سرسة كتاب انها دار السكر على الحساب يعني السكر سندي على الحساب الضوء انا ما كترش فيه السكر انا معي الناس فضل ما كي يأكلوش الحلاوة اضطيه شوية الحلاوة تقدروا تزيدوا الحلاوة انا هذه الزلفرة مع مراش قسمتها عليهم بثلاثة على الانواع ياغورت ديال الباستاج و واحد ديال الكراميل صافيتش اللي كانحتاجون كما قلت لكم اي فاكاية عندكم في الدار غير بالنسبة للبانان كانت تقطعوه لديكم البانان تقطعوه وتعصر عليه شوية الحامض وكتديروه في الكنجلاتور كما قلت لكم هذا الديسل اللي عندكم في الدار من بعد ما كان نحطوه في الكنجلاتور كي يجمد كان جبدوه من طبيع الحال الخوخراني مقطعه كان جبدوه كانديروه في المكسور كانت تحل الكهربائي كانزيدو عليه ذاك دانون نقسمته على جوج درتو بالنسبة للخوخ وبالنسبة للفرز دانون كي بقى ختيارة بتديروه داع الفرز راته وكي جزبين سافي كانديروه تقريبا جوج معالق كانقسمه على نص كانديرو النص مع الخوخ كان خليه كفLL كنقسمه الفرز كانديرو هدك النص كانديرو هدك النص كانديرو في المكسور كاننخلطوه يعني كان نطحنوه مزيان بالنسبة لل MS. بالخوخ مع هدك المكسور كانود بجمد كان راتدو غط بشي باش ب bezzب بشي تلقي غالشو مترجمي بالشوي باش باش داع ولذيما نہیں اقومي الطبيع على الأوسط على المكتينة دياننا ألت mandarقنا كان مترجمين كانت تحنوه ميشي أيتكس بطعم الإنسان قد اتخذ بطعم قد أشعر بالطعم خاص بطعم قد يكون مباشرة كنت شريرون من المشاركة خبيتهم بحلقة كنت قلت لكي نصاوبوا القلاس وكي نستعملوا من حوالي اخرى احنا المغربة بطبيعة الحاجة لا تضيع صافي من بعد ما كان راشته هذا التكستور ديالك يدير يعني ما كيفاش مخدومه صافي كان نفس الطريقة بالنسبة للفريز وبالنسبة للمونج بطبيعة الحال كان نقشر له ديك القشرة ديال الفوقانية وذيك العلماء في واضح يكون في عطمة كبيرة العرفة ديالكبيرة كان نحيدو اتوا كان قطعوه المونج تنديرو فيها اتا ياغور ديالكاراميل كيواتيه كي يجي غزال كي يجي معاه يعني الروع غير جربو هالقراص هزعمة دراري ولا اتا بنسبة الناس الكبار نراها هزعمة احنا اللي كبار عجبنا وما زال حنا يرى ما ديرانش في يعني ما ديرانش فيه نسبة تعد السكر بزاف كي ما قلت لكم معي الناس في الطار ما كي ياخدوش سكر ندرت فيه نسبة قليلا تعلمون قاعمت قريبا ندرته هير شي انصم معي القاولة مارته هي جات فيه في ديال المونج لاخران جات فيهم شجي جمعة القل واحد يعني جا نقص شوية السكر اما مني غزيدوا شوية السكر بالنسبة الوليدات راه غي اعجبهم راه كي يجير روعة روعة وشي حاجة لي طبيعية وشي حاجة لي ما كتمحنكم شي عند غير توجدوها وما محتاجينش ان تشربوا الكريمة وقعدوا وطربوا يعني تقلبوا على الطراب وطربوا اه كان نظن اي ضار فيها الميكسر اي ضار فيها يعني اه هذا فيها مولينيكس اه وتقريبا كنا كنشربوا الديسير يعني شي حاجة لي موجودة يعني ما نتعدوش في ذك شي موجود فضل اه صافي من بعد ما كنتحنوا الفواكه اللي عنا الحاجة المهمة انا غنوصيكم عليها من بعد ما كنتحنوا كنديوهم في ساعة في الكونجلاتو تقريبا ذلك ثلاثة تسويع وكنعاودوا نخرجهم وكنعاودوا نخلطوا نخلطوهم كامل يعني هادوك كل واحدة بوحدة كنخلطوها مزيان مزيان هذا العملية مهمة يعني كنخلطوه مزيان مزيان هادك قبل ما يجمد بزيف قرب عنديك ساعتين هاكا و ساعتين ثلاثة تسويع كنخلطوها مزيان وكنعاودوا نردوها يعني الكونجلاتو باش كيبقى محافظ على هادك على هادك تكستير ديالو كيبقى يعني بحال قلاسة عزنقاء كيجي بحال قلاسة عزنقاء هالفرق انه بالفواكيه مفيش الكريمة يعني بالفواكيه كيجي شي حاجة صحية وشي حاجة اللي عارفنا احنا مصاوبينها بيدنا يعني احنا مصاوبينها بيدنا وعرفنا شفيها وطلعت انها لوليدتنا عارفنا بأن وليدتنا ميكيتشها والقلاس ولهكا كنعرفوا شي حاجة كنعطوها لهم شي حاجة اللي احنا مصاوبينها وعارفنا شفيها راح كيجي كيما قلت لكم كيجي الرواع الرواع كيجي غزال غير جربوهما ما فيش يعني ما فيش القوام بزاف وما فيش تعب بزاف الضغير كيتخلط داك شي كتدروا في الكنجلاتور صافي كيما قلت لكم لي كدوزدك ساعتين ونص للسوية كتخرجوا هم بثلاتة كتتحركوا هكا تتميلانجيوم زيان وكان عاودوا رجعوا من الكنجلاتور من بعد ما كارجعوا من الكنجلاتور عارف تشوفوا عينكم ميزانكم مرات قلبا أنا خليتوا بات يعني خليتوا بات طال الصباح اللي غالي دازو فيه ما خلاوش والقلاس تعم حال ديال الزنقة يعني تماما وحسن من ديال القلاس عب البواطة بكل شي يعني بكل مالي ما نقصو ولا ولا ديال الزنقة انتم مني يجبكم يعني وتجربوه وراه كيجي كيما قلت لكم وراه كيجي غزال 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 ما تشبعوش منه كيجي يجير الروعة منسبة للي دات را ما يخليوش كيما قلت لكم حنا الكبار ورا ما خلينا شغيل اللي يدراري صغار كانتمنى تعجب اي عجبكم وتجربوه وترطوا لي الخبار في الكومنتر كانتمنى الناس الجداد اللي يلا كيشوفوا القناة يتفعلوا معها يعني يشتركوا فيها يبرتجوها مع احبابهم وصحابهم لايك مطفعة الحال كومنتر تفعيل جرس الناس القدام درداركم دي ما كان احب بكم وتنقول لكم درداركم الناس الجداد مرحبه والف مرحبه لا اللي في المغرب ولا اللي خارج المغرب وكيشوفوا العشان وكيتفعلوا معها ويعني وكيفين ما تحت شيريديو كيكونوا سباقين انهم يشوفوه ويدعموه ويعني وبرتجوهما بين صحابهم وحبابهم كنشكرهم بزاف بزاف كانتمنى كيما العادة ما نكونش تقل على قلبكم كانتمنى يعني هاتش اللي كانجي يكون تكونوا كتستافدوا ولو هي شي حاجه يعني ولو هي شوية من هاتش اللي كان دي اللي كان يعني كان نبرتجيه معكم وكان نشاركهه معكم اه نتمنى لكل واحد يعني ينولك شي يبغى تمنى اللي مريض اللي شافيه اللي بغى شي حاجة اللي ينولها لي يعني اللي كيت سنة شي حاجة اللي يعطيها لي وشيفاء للناس المراد اللي رفع عليها هاد الوباء وهاد هاد الضيق اللي نعيشين فيه اللي رفع علينا وخليت لكم الراحة والصحيحة والعافية ان شاء الله نهاركم برو وبرك الله فيكم سمحوا لي انسيتكم واحد الاضافة كي بقى تزين اختياري تبقى تزين يعني ممكن ديروا شوكرا هكا جوبو هاد دورها من الفوق ممكن يعني اه كي بقى تكشي اختياري لكم يعني الاختيار فا 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 دفة تزين وشكرا لكم بزف بزف بزف